موسيقى هناك في إطار الزواج المختلط أن الأجنبي تكون زوج مغربية وعندما يقعوا الوفاة تقعوا الوفاة بالنسبة للطرف اللي هي الزوجة فهنايا من بين الأمور اللي تدار تدار واحد العقدة لإيراتها يعني تنشوفوا شكونا هما الناس اللي تورتوا فيها إلا عندها أب وأم إلا عندها غي أم إلا عندها أب وأم وزوجة وأولاد فهنايا تنشوفوا شكونا هما اللي عندهم الأحقية يعني هذا بناء على الفقه ديال الموارد فهنايا شمالتي يقع تنشوفوا بعد المرحلة الثانية أملاك اللي يخلى اللي تسمعها اقتاركا يعني متخلف ديال هاد الهالك فحنايا تنشوفوا بأنه ربما تخلي شقة تخلي سيارة تخلي أراضي أراضي اللي تكون في إطار داخل المدار الحضاري واللي في إطار القراوي هذا توقع إشكال لأن الأجنبي عموما لا يريد فهذا الأراضي علاش لأنه كان قانون منضم هذا القانون منضم يعني تبش أن أجنبي جيشري أرض فيلاحية في مدار القراوي اللي معفى منها على حسب العلم ديالي تونس ودولة أخرى ما بقيتش مذكرها ولكين تونسي يعني من حقه أنه يشتري لأنه كان عندنا واحدة الاتفاقية بينتنا ولكن من غير التونسيين فهذا الناس ليس لهم الحق بمعنى أنه يحرم من أنه يملك عن طريق الإرث فهذا المرحومة لسبب بسيط لأنه ليست له الأحقية سواء أجنبي أو أجنبية بعد المرات سيقدر يكون واحدة المسطرة أنه يتقدم بها هاد الأجنبي في إطار الشراء ويمكن نخضعها حتى لإطار التاريخة أنه يتقدم الوزارة الداخلية والفلاحة باش أنهم يعطوا هاد الحق باش أنه ممكن أنه يتملك ترجمة نانسي قنقر